وأخيرا أصدقاء لقد عدت إلى حسابي الرسمي كما تشاهدون الآن قمت بفتح حسابي الأساسي وكذلك الحساب الاحتياطي مفتوح الآن الآن أصدقاء قمت بنسخ اللعبة وفتح حسابين في هاتف واحد في نفس الوقت ويمكنني اللعب فيهما في نفس الوقت دون الحاجة إلى حدف أي حساب وتحويل المعلومات وكل تلك الأشياء لم أعد أحتاج الآن ألعب في حسابين بشكل عادي أصدقاء إذا أردتم أن أشرح لكم كيف تقوموا بفتح حسابين في نفس الوقت وعلى هاتف واحد واكتبوا في التعليقات وصوف أقوم بعمل فيديو مفصل عن طريقة فتح حسابين في نفس الوقت ونسخ اللعبة المهم ننتقل إلى فيديو اليومي أصدقاء كما جاءت من الصورة والصغرة والعنوان فسوف يكون مخصص للخطط سوف نتعرف اليوم إن شاء الله على أفضل خمس خطط يمكنكم الاعتماد عليها بعد آخر تحديث قامت به كونامي هذه الخطط أصدقاء سوف تكون إن شاء الله مفيدة للسطايل هجمات المرشدة السريعة بالخصوص وكذلك سوف تكون مفيدة للسطايلات الأخرى لكن يبقى أفضل السطايل اللي اعتماد فيها على هذه الخطط هو السطايل الهجمات المرشدة السريعة ولأنا أصدقاء ننتقل ونتعرف على الخطط ننتقل بسرعة إلى ونتعرف على أفضل أول خطة ألمان نقوم بالضغط على أمريكا الجنوبية ثم بعد ذلك نضغط على كمبيوناتو بلان فيطال كما تشاهدون بعد ذلك نقوم بالنزول آخر شيء تقريبا ونضغط على هذا الفريق كما تشاهدون نقوم بالضغط عليه ثم نقوم الآن بالرجوع إلى الخطة الخاصة بين الأصدقاء بسرعة ننتقل يعني حتى يكون الفيديو طويل ثم نضغط على المدرب ها هي أول خطة نقوم بضبط اللاعبين بسرعة هذه هي أول خطة كما تشاهدون ثلاثة اثنان ثلاثة اثنى هذه أصدقاء من بين أفضل الخطة في الهجمات المرتدة السريعة وأنا دائما ما أفضل في سطايل هجمات المرتدة السريعة أن يكون لديك لاعب هنا المف ورمف لأنهم دائما ما يكونون في تلك الجهات ويقومون ببناء الهجمات السريعة كذلك هنا تلعب برأس الحربة ولاعب امف صانع ألعاب الدفاع يمكنكم تحويل هذين اللاعبين هنا إلى دائما اف يعني لا مشكلة في تحويل هذين اللاعبين إذا دائما اف إذا كنتم متخوفين أن يكون الدفاعكم ضعيف تصبح تلعب بثلاثة قلوب دفاع ولاعب الارتكاد ستحول الخطة إلى ثلاثة اثنان ثلاثة اثنان يعني بدون أي تغيير تقريبا وتلعب بهذا السطايل الخاص بهجمات المرتدة السريعة أو يمكنكم كذلك لعب لونج بار كونتر وكذلك سطايل الاوت ويتكون مفيدة لكم يا أصدقاء والآن ننتقل بسرعة إلى الخطة الثانية مع عاني في هذي الفيديو. هذي المرة نذهب إلى اوروبا يا أصدقاء ونقوم بتغطي على هنا ثم نغطي على اوروبا ننزل اخر شيء ثم نغطي على وهن نقوم بالبحث عن هذا الفريق كما تشاهدون هذا الفريق نقوم بتغطي عليه هما قبلها لأخير ثم نقوم الآن بالرجوع إلى الخطة الخاصة بالأستيقاء بسرعة هنا ثم هنا تظهر معنا الخطة خطة اربعة تلاتة خطة اربعة واحد تلاتة اثنان عافوني أصدقاء اوكي نقوم الآن بضبط اللاعبين بسرعة احاول الاسراع حتى لا يكون الفيديو ضاولي. كما تشاهدون دائما ما نترك هنا اصدقاء هذا اللعب المف والرمف لعبي رأس حربة وصانع العب يعني هناك تقريبا تشابه في هذه الخطة مع الخطة السابقة يعني فقط هنا تلعب باربعة مدافعين وهذا اللعب الذي يكون هنا دام اف تقوم بانزالي هنا وتلعب بابهرة ويبقى لك لاعب دام اف الام اف ار ام اف ام اف ولاعبين رأسي حربة اصدقاء. هذه الخطة كذلك مناسبة للهجمات المرشدة السريعة وكذلك يعني ثلاثة لعب مخشرة في اصدقاء والان ننتقل بسرعة الى الخطة الثالثة معنا في هذا الفيديو. نقوم بالرجوع الى اوروبا مرة اخرى هنا يا اصدقاء نضغط على بي ستين بدلك نضغط اوروبا نقوم بالضغط على اول دوري ونقوم بالضغط على ثالث فارق هنا كما تشاهدون نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالرجوع الى الخطة الخاصة بين هنا يا اصدقاء المدرب ووكي اصدقاء خطة تلاتة اربعة تلاتة هذه من بين افضل الخطة التي جربت في اصدقاء لكن في الخطة السابقة يعني الخطة العادية كنت العب بل بل و لكن هنا تلعب بمهاجمين تانية اصدقاء لا يمكنك تغيير ادوارهم كما تشاهدون نقوم اولا بضبط الخطة اصدقاء اهي الخطة كما تشاهدون اصدقاء ثلاثة مدافعين يمكنكم تحويل دائما هذين اللاعبين الى انا افضل ان تقوموا بتحويلهم الى دائم اف حتى لا تكون لديكم مشاكل الدفاع يا اصدقاء يبقى لك الام اف ار ام اف دائما هذا المركز الام اف والار ام اف يجب ان تعتمدوا فيهما على لاعبين سريعين لبناء هجمات مرتدة سريع يعني هذه من بين افضل الخطة الستايل الكوي كونتر اصدقاء انصحكم بالاعتماد عليها تبقى خطة قوية وانا شخصيا قمت بتجربتها لكن كما قلت لكم العبي الو اف واردابلو اف كانت جيدة معي يمكنكم تجربة هذه الخطة في هجمات المرتدة السريعة وكذلك واللونجبال كونتر وحتى استايل هذه الخطة اصدقاء الخطة الثالثة مناسبة ولان ننتقل بسرعة الى الخطة الرابعة معنا اف هذا الفيديو. هذه المرة اصدقاء لانك نقوم بتغيير القارة وننتقل من اوروبا الى نقوم بتغط�ي ثم نقوم بتغطي اللي اف سي نقوم بتغطي النزول ونقوم بتغطي هذا الفارق كما تشwrittenه. هذا نقوم بتغطي عليه. ونقوم بالرجوع وحاول الاسراء حتى لكم كما قلت لكم الفيديو طويل للاستقاء. المهم نرجع الى الخطة الخاصة بنا. وتظهر معنا الخطة. هذه بالنسبة للاشخاص الذين يفضلون الخطط الدفاعية. نقوم بضبط اللاعبين. اوكي تم ضبط اللاعبين. يعني كما قلت لكم بالنسبة للاشخاص الذين يفضلون الخطط الدفاعية فلن تجدوا افضل من هذه الخطة. يعني بالنسبة للخاص الذين يريدون الحصول على تعادل او يسجلون هدف ويغلقون على الخصم. فهذه الخطة مفيدة لكم اصدقاء. تلعب بخمس مدافعين اتنان يعني يسايدون الدفاع. تلعب بلعبي يسايدان الهجوم والدفاع. ولاعب رأس حربة واحد. هذه الخطة يا اصدقاء مناسبة مئة بالمئة للهجمات المرتدة السريعة فقط. يعني لا تعتمد على هذه الخطة مع اي لاعب انخر. يعني هذه الخطة مخصصة للهجمات المرتدة السريعة. لن تنفع معاكلها في ولا 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 اي لاعب اخر اصدقاء. قموا بالاعتماد على هذه الخطة بنسبة الاشخاص الذين يلعبون على الدفاع فقط والهجمات المرتدة السريعة. والان اصدقاء ننتقل الى اخر خطة معنا في هذه الفيديو. وهي الخطة الخامسة. الخطة الخامسة هي اصدقاء. سوف ننتقل من الفرق ونقوم بالتغيير الوجهة الى المنتخبات. ومعنا منتخب عربي اصدقاء. نقوم بالضغط على ونقوم بالضغط على افريقية اصدقاء ثم هنا. هنا. ونختار منتخب تونس. ونقوم بالتعارف الان على خطة التي ابهرتني انا شخصيا. يعني لديهم خطة قوية يا اصدقاء وسوف تكون مفيدة لكم. اوكي. ها هي الخطة كما تشاهدون. تلعب بتلاتة تقلوب دفاع يعني رسمية تلاتة تقلوب دفاع كذلك تلعب بلاعبين في الارتكاس كما تشاهدون. لعبين دائما دائما ما انصح ان يكونوا سريعين. ولاعبين هنا يمكنك تغيرهم الى لكن افضل ان تتركهم ولاعب رأس حرباء الصريح. يعني هذه الخطة اصدقاء قوية. وكذلك مناسب الهجمات المرتدة السريعة. مناسب الوزيجن كايم. وكذلك الوزيجن كونتر. يعني اربع مختلفة اصدقاء بالنسبة لهذه الخطة الخاصة. بمنتخب يونس. وانصح لكم بتجربتها اذا كنتم جيدين في الدفاع. وتستطيعون اللعب بتلاتة مدافعين. فهذه الخطة سوف تكون مفيدة لكم. بالاضافة الى انك تلعب بلاعب ارتكاز. وساند الهجوم والدفاع. كذلك ساند الهجوم والدفاع. والامف كذلك يساند الهجوم والدفاع. والذي كرأس حرباء الصريح. اذلك هذي كانت هذي الان هي خمس خطط التي يمكنكم الاعتماد عليها السيقة. بالنسبة لستايل خاصة. وبالنسبة تقريبة لجميع الستايلات عامة. حيث يمكنك الاعتماد على بعض الخطط. في ستايل اوت وايد والبوزيجن كايم وكذلك كاللون غبال كونسا.